اشتركوا في القناة اضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وقد توفق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة وتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهديئة ومنع تسعي رقعة الصراع مع تأكيد الرفض التام لمبدأ أو محاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بدأت اليوم جلسة محكمة العدل الدولي للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وقالت محكمة العدل الدولي إن جنوب إفريقيا تؤكد أن أعمال إسرائيل في غزة إبادة جماعية وأضافت محكمة العدل الدولي أن دعوى جنوب إفريقيا تطالب بالحصانات للمدنيين في غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة من جهته قال ممثل جنوب إفريقيا إن الاحتلال الإسرائيلي مزق الشعب الفلسطيني وأهدر حقهم في تقرير المصير كما يفرض على الشعب الفلسطيني نظام فصل عنصري زار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية حيث تفقد خط انتاج السماعات اللاسلكية وخط انتاج الموبايلات وخط انتاج الساعات الديجيتال كما تفقد مدبولي مصنع هيمابلاستيك هيمافوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية بالسخنة وطلع على مراحل الانتاج المختلفة بالمصنع من مراحل دخول الخامات ومرحلة تصنيعها ثم مرحلة ألف وتغليف وأعقب ذلك مشاهدة عدة نماذج للمنتجات النهائية قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة بعدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفقد فيها مجموعة شركات حديد عز بالسخنة والمرحلة الثانية من مشروعات الشركة المتخصصة في الصناعات الثقيلة واستمع إلى عرض تقديمياً عن أعمال التطوير بالمجموعة كما تفقد مدبولي شركة يانجيانج إيجبت المحدودة للمنتجات التي تأتي ضمن نطاق المطور الصناعي لشركة تيدا للاستثمار والتي تتخطى استثمارتها بالمنطقة الاقتصادية نحو ملياري دولار من خلال ما يقرب من 140 منشأة صناعية وخدمية أجرى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جولة تفقدية موسعة في عدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استهلها بتفقد أعمال تطوير ميناء السخنة الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي السخنة الدخيلة كما تفقد مدبولي أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة بطول 60 كم ليصبح بعدد ست حارات مرورية لكل اتجاه منها ثلاث حارات للنقل الثقيل لكونه محوراً هاماً يربط العديد من مناطق التنمية اشتركوا في القناة